السلام لبنات و مرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح و بخير و على خير انا الحمد لله في نعمة اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم روتين قبل ما نبدأوا الفيديو نصلوا كامل على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد على بالي طولت الغيبار في سبع ايام ما حطيت لكم مي الله غالب كانوا عندي دوروف خاصة كما شفتو هني بديت لكم الفيديو كانوا من التاقة ذو الزواوش اللي كانوا في جو حتل التاقة كانوا زوج مي ما جيت حنصور لكم كان طار واحد قعد غير واحد و بعدها صبحت على الشغل كما كامل امهات الجزائريات لاماشينا لافي الحوايج اللي نسبقوا فيهم درتهم يدوروا ما نجي نكمل شغلي الحداش الحداش هونس ننشرهم ساعة قبل يعني ساديبوا على قداش ندير لاماشينا لافي ساعة و شو نقول لكم سبعة و عشرين نديرها ما جيت دور نلقاها العشرة نلقاها العشرة غير عشرين ننشرهم نتهنا منهم هم اللولين ما جيت طيح المغرب يكونوا نشفو ندخلهم و ننشرهم و بعد هنا كما ركو تشوفو رح يعندي اليوم ضيفة كانت عندي بنت خوية بيتة عندي بنت خوية هادي صغيرة ماشي كبيرة ظالة و تموت عليها تحبت جي تقعد عندي مما ندير لها قوسطوها انا ديجا نحب الدراري يعني نوسع خاطري معاهم جيت قعدت عندي يعني وشكة تبربي جوزناها كيف كيف نويها في الكوزينة حبت تطيب معايا و قدت لي صوريني وحطيلي فيديو هاكو تعارفو انا قلت لها ولا غير ندير لك خاطرك كيمال اليوم ما خرجنا شريت شوية جات شريت كامل شو كان خاصني كيمال ملح كان خلاص لي شريت يعني هكا قديان و دخلنا للدار بدينا نقوف الجاج هدا هي تاني قدت لي نخسل معاك بالنسبة للفطور حبت تتاكل دي ساندويتش هكا فلا بانينا اذا كنت عارفو دراري حبو يأكلوا الاكل السريع و حبو يأكلوا الحاجات تاع برا ايبا شريت ديز اسكالو بشريت الجاج هنا تاني نقيتو اكيد نستعمل الخل الخل التنظيف ولا الخل العادي كل مرة كيفاش والملح ولا تحبو تعاوضوهم بالقارس تاني امليح انا كي مالجاج تاعي نحب نخليه يعني وحد دي مينو تربع ساعة غير في الخل والملح باش تتنحلوا كاملة ديك الريحة ويعني انت حصل على جاج يكون نقي مام هديك الابول فوقانية اللي تخاص تعت شواط كي شواطها البوشي ومن حبش يعني يكونوا في الجاج ديالي وكل وحده وكيفاش اهنا حبيباتي كانت لحقتني لكومنت تاعي تاع ار فيا كما تعرفوني انا راني ماناجر في شركة ار فيا هات الشركة تونسية حقيقية مية بالمية الحمدو لله دخلت ليها وغيرت حياتي راني خدامة انا وقروب كبير ما شاء الله عندي ابنات معايا الله يبارك راميشرو ويبيعو ديرين قروبات يستقطبو البنات يدخلوهم معاهم وحبيت نقول لكم تاني بلي شركة ار فيا فتحت زوج فروع يعني الفرع الاول راهو في الكويت راني خلاص ديجا دخلنا في هاد نوفمبر في الكويت هكا باش ندخلو معانا ان شاء الله كامل بلد الكويت يكون معانا وراح تفتحتاني في دوبي في شهر ديسمبر الجميع وحده راهي مهتمة باش تبروفيتي من هاد الوكازيون انقل لك عليك وعلى رابط الواتساب لاني حطته لك في صندوق الوصف وفي اول تعليق الدخلي انفهموك الخدمة وعلى بالي مراكم ش رايحين تندمو اكيد للنساء الطاموحات مش هيدوك النيساء اللي مربعي يديها وتستنى الشهرية تجيها بلا ما تدير والو كامل الخدمة نعيو فيها كامل باش نجيبو الدراهم نعيو باش نجيبوهم مكاش حاجة تجيب الساهل اللي بنات لازم لوحده تساكري فيه تنحي من وقتها يعني تتعب شوية باش تلقى هادك الناجح هادك اللي تحبوهي هنا هايلك طالبية تعي دجا كنت منقصى منها بسكو كانت تختي دجا كماندات عليا جال انتيم ستيك سابون يعني دي بخودوية توعهم ما شاء الله يطيروا في السماء صدقوني غير ما يقعدوا لكمش كامل يتباعوا و الجميع وحده تجربهم ما راحش تزيد تستغنى عليهم بسكو سي دي بخودوية ناتورال مية بالمية هنا يا حبيباتي كي ماشتو هنا بعد ما نقينا و يعني خملنا كامل الكوزينة في هادوك اللي ساندويتش نحضروا فيهم كنت نعلم هنا في بنت خويا كيفاش تقطع ليزي سكالوب دوزينة ثاني يعني دوزينة سهلة كيما كامل اللي مارينا دلين ديروهم مفالة الموتاغد البصل سكنجبير ملح في الفلك حالتها بلتع الشاور ما شوية تعزيت و تحبو ديرو عصرها قارص ديرو يعني كل وحده كيفاش تبل الجاج ديالها باش نديرو فوق النار يتقلى تاني الخبز تعلي صاندويتش طيبناه في الدار ما حبيتش نشرهم البرا ديفوان نشروا هاداك الخبز تعال بيرغر هاداك والله غرحاش نعمة ربي ما ينتكلش كامل يتفتت تلقاوه قديم ايبا انا سوفي بيان لانطان نطيب الخبز في الدار افوالا حبيبتي اليوما حبيت نهضر لكم في احد الموضوع اللي قريت يعني واحد التعليق خطره من عند واحد الاخت ما نذكرش الاسم طبعا قتلي يا امتامي مراني نعاني من الايهانة من الاقارب قتلي على اي حفزة يهينوني اقارب يعني من قارب ولا من بعيد قتلي يعني يبخصوني هكي يحشموني يهينوني ما نلقاش كيفاش نجاوبهم ما نلقاش كيفاش نريبوندي شوفوا يا البنات حبيت نمد لها النصيحة ونمدها لها يعني على العالم هكا باش جميع وحده راهي تعاني كما هي من الايهانة من الاقارب راي راي حات تستفاد افوالا هاد الاخت هادية يا البنات لو كان ما جاتش عندها نقص كبير في الثقة في النفس ديالها ما راحش تحس بالايهانة كي قولوا لها وش يقولوا لها ما تحسش كامل بالايهانة بسكو علاش الوحدة كي تكون ثقة في النفس ديالها يعني عزيزة ومعززة وكبيرة وعلى بلها وش تسوى وعلى بلها هي وش راي تدير وش مراهيش تدير كي قولوا لها وش يقولوا لها ما تحسش بالايهانة وكانت خاغ تقولي لهم ايه 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 انا واحدة لبناتها كي زعمة واحدة تبعت لي ولا تهضر لي ولا تنصحني ولا نقول لها ايه صح عندك الحق ندخل معها في هذه الى ديسكوسيون ونبعد عليها ونقول يا حصرا ندير رايي انا هادي نصيحة نمدها لكم يعني عزيزوا الثقة تاعكم بالنفس شوفوا كي تكون عندك الكون في روحك متحسي لها بالايهانة واحدة تهضر لك هدراعيانة تدخل من تخرج من تعرف في روحك وش تسوي هادي النصيحة اللولة لنمدها لها قبل ما نهضر على هادوك الناس اللي با لك يهينوا ولا يحشموا ولا يحبوا يذلوا انسان واحدة اخر افوالا تاني حاجة حبيت نقول هادو ما اللي را هم يذلوا اللي يعني تلقيها تبخص انسانا ملا فامي ولا من الاقارب ولا با لك حبيبتك ولا تحب تذلك تحب تهينك حبيت نقول لكم باللي عيوب الجسم يخبيها مئة مقوماش وعيوب الفكر يفضحها اول نقاش يعني الناس هادي اللي راهي تهين وراهي تذل دفاع بلكم يديروها بالعاني باش يخبوا النقص ديالهم وباش يبانوا باللي هما حاجة كبيرة هادا ما كان تلقيها بالك ما عندها لمستوى ما عندها جمل القلب ما عندها حتى حاجة ما تحب تهينك باش تبين روحات تحب زعما تطيحلك خشينا تحب تطيحلك باللي تعرف فقع الامور وهي مسكينة راهي تحرحر من الداخل اللي عليك فقع الامور وحبيت نقول لها ثاني بللي هادوما الناس اللي راههم يهينوا فيك وراهم يذلوا فيك وحبوا زعما يرجعك بللي انتي ما تعرف انتي ما تسويش هادوما ديري في بالك بللي عندهم عقد نفسية من الناس اللي ناجحين من الناس المتربيين من الناس المثقفين من الناس اللي عندهم منصب بللي شباب في الخدمة تلقيها هي منعادمة كما قال ما عندها قرية ما عندها خدمة تلقيها غير قعدة في الدار واي واحد يجي في طريقها تهينو و تدلو باش هي تبين خير منو هذا ما كان مي انتوما اول حاجة اللي لازم تديروها عززوا الثيقة تاعكم بنفسكم ستقوني واحد مرا حي اضطر عليكم كي تكون عندك لها كنفيانس في روحك تعارف انتي وش تسوي من الداخل تعارف انتي وش عندك تعارف انتي القدورات تتوعك وانتي وش راك يديري كي نقول للكم والله يوجوز عليكم غير جبلت على الايهانات ما راكم رايحين تتأثروا هادية خدوها ناصيحة من عندي وما محدد هناك ولا خليها بس هاديك الاهانة كي ما قال ما يتكبر غير اللي عالم بنقصه الوحدة كيتهينك ولا تحب تلعبها زعمة كبيرة عليك ولا خشين عليك اعرفي باللي هي راهي ناقصة وراي على البلهب اللي راهي ناقصة سيبوخصة راهي تحب يعني تتوصل لك هادوك الكلمات هادوك اللي انتي بش يطيحك هذا ما كان وقولوا لي البنات إلا راني غالطة في تعالق المهم حبيباتي اهنا راح تدرت الخبز كي ما قلت لكم درته في الدار الزيت مغرفة ونصفة خميرة تاع الخبز زوج مغرفة تاع السكر سافر بيض بيضة والسافر نخله للتزيين كيس تاع خميرة كيميائية ونطموها بالفارينة حتى وين تتلايم معنا هذا ما كان في الاخير نرمي لها مغرفة تاع زبدة كانت عندي الخرانية درتها الدور نعجنوها مليح بالبيتخان وشكلناهم على هادك الشكل لكي يجونا دي ساندويتش التزيين هنا درنا لهم صفار البيض مع شوية مظهر وشوية تاع السانوج وحبة حلاوة وكل وحدة وش تدير بوذور الخشخاش ديروا وش كان متوفر عندكم في الدار افوالا حبيباتي هاي ليك احنا طيبتهم في الفورتع الساعة ده اللي نتمنى هالكل وحدة ما شاء الله يطيب روعة يعني يحمر لكم وجهكم قدام ضيافكم افوالا احنا الحق يعني وقت الفطار يبان بديت ندير في صاندويتش انا توجر نبدا بالزوج هو اللي توجر نسبق فيه ساعة نديله حتى الفراشو ما ندير انجيش كامل ولا نقول روح للكوزينا هاكا والفت مام هو والف يما قال راجلك علم من تول فيه ووليدك علم من تربيه ديتلو دي صاندويتش هاكا درت لهم الفخوماج ماشي زيتون عفوا الطوماتيش درتلي فخيت هادا الجاج كنا قليناه في المقلاة وخليت فيه هاكا يوبتت سوس انا منحبش نشفوه حتى ويني ولي يجيف هاكو تعارفو صدرت على الجاج ودرت ثاني الحار الهريسة المايونيز لديه الصواص ان لديك الصاندويتش اغانا من الداخل ان ظهرت في الجنة هاه الصاندويتش استخدموا من الوليدات مدام هون قاعدين في هذا العطلة هادية طاع البرمير نوفمبغ هاكا هااه هادي ها كانت روتين تعاونتا انا وابنت اخويا واجوزناها تخير تخير تعبت لهم المايز لم تصورت معاكم كليش اكيد الروتين يكون فيه 12 دقيقة او الاربع ساعة من نهاري كامل كي نقول لكم بالك تنين بالمئة ولا ثلاثة بالمئة اللي نقدر نشاركو معاكم ديفوه نخرجو ديفوه ما نصورش يعني كل مرة نصور لكم ويش كتب ربي افوالا اسبقت في الزوج اديت له افطر وحنا يا تاني اقعدنا في السالون وكلينا بصحتنا شهيناكم في الجنة ان شاء الله وهدي هي كانت لغوتين تاعي لنهار اليوم اتمنى من قلبي تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها للحقة تحتلة هنا نقول لك ما تنسينيش بالجام والكومنتر والبرتاج مع احباباتك نتلاقى ان شاء الله فيه روتينة جديدة مع وصفة جديدة وهمسات جديدة سلام